السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد ما من شخص في هذه الحياة إلا وعنده مشكلة بيعاني منها فيه امرأة بتعاني من مشكلتها مع زوجها وزوج بيعاني من مشكلته مع زوجته الأولاد العمل الوظيفة المدير ظروف كثيرة صحية بمعنى أشياء يعني أشياء كتير وهذه المشاكل بتشكل حالة من الألم النفسي بيسمى الألم النفسي ده بيسمى الهم الهم هو من الأحمال الثقيلة على النفس مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الهم هو أعظم جند الله فقالوا له لماذا هو أعظم جند الله فقال لهم أعظم جند الله هو الحديد وأعظم من الحديد هي النار التي تصهر الحديد وأعظم من النار هو الماء الذي يطفئ النار وأعظم من الماء هو الريح الذي يحمل السحاب وأعظم من الريح هو الإنسان الذي يبني السدود وأعظم من الإنسان هو السكر لما الإنسان بيكون سكران بتذهب قواه وأعظم من السكر هو النوم لأن النوم بيذهب السكر وأعظم من النوم الهم فالهم هو أعظم جند الله لأن الإنسان اللي بيكون مهموم ما بيعرفش ينام الهم بيهزم كمان النوم أعظم جند الله هو الهم هموم الإنسان كثيرة والحقيقة أن الهم لا يتوافق مع السعادة من كان في قلبه هم صعب أنه يعيس سعيد من كان في داخله هم لا يستطيع طعم المتعة علشان يتخلص من الهم لا بد أن يعالج الهم ويتخلص منه ليزوق طعم السعادة وتعم الفرح وتعم المتعة وهذه حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همًا واحدًا يعني لو عندك هموم كثيرة اجعلها هم واحد من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته يعني يجعل الهموم كلها هم آخرته يعني يجعل كل الهموم وهو هم الآخرة يعني كل اللي بيشغل بالك بيشغل قلبك هو هم الآخرة فإذا جعلت همك هم واحد هو هم آخرتك كفاه الله هم دنيا هذه هي الثمرة والنتيجة ومن تشعب به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي في أي أوديتها هلك العلاج أن تجعل همك هو هم الآخرة كيف يعني تجعل شغلك الشاغل هي سيرضي عني ربي ولا مش راضي هل ربنا بيحبني ولا ما بيحبني هل أنا سأدخل الجنة أم سأدخل النار هل ربنا سيحاسبني حساب يسير ولا حساب عسير هل سأجوز الصراط بسرعة كسرعة البرق البرق الخاطف أم سأتعثر على الصراط هل كفة حسناتي ستكون هي الأثقل أم كفة سيئاتي كيف سأقرأ كتابي يوم القيامة وكيف سأكون في الجنة ومجاورة الأنبياء والصالحين كيف سأشاهد وجه ربي يوم القيامة كل هذه الهموم هي اللي بتشغل قلب الإنسان العاقل يعني كل واحدة تكفي البابها ولا تعتني بزوجها ولا أولادها ولا يعتني أحد بتجارته ولا أحد يعمل ولا يدرس وخلاص نجعل كل حياتنا عبادة علشان ربنا يرضى عننا طبعا هذا الفهم بسيط يعني خطأ لهذا الكلام لكن الفهم الصحيح هو أن تأخذ بكل أسباب الحياة ربنا قال للسيدة مريم وهزي إليك بجزع النخلة عمر حد هزي النخلة وتساقط عليه رطب بلح يعني بس السيدة مريم أخذت بالأسباب كان ممكن ربنا ينزل عليها بلح رطب من غير ما تهز النخلة فلابد أن نجعل من وراء الأسباب اللي أنت تقوم بها هو طلب الرضا من الله فيه بنت ممتلئة الجسم شوية كده وزنها زائد يعني أحبت وعشقت شخص اللي أحبته قال لها لو تخص شوية وتكوني نحيفة شوية عملت إيه؟ أصبحت تذهب للجم وتلعب رياضة ووضعت لنفسها نظام غذائي خلال فترة بسيطة وعملت تكميم للمعدة وبعد فترة بسيطة أصبحت مثل عرضات الأزياء نحيفة وأصبحت ما شاء الله عليها لما تسألها ليه أنت معزبة نفسك في الجم وبتلعب رياضة وأطيب الطعام اللي أنت كنت بتاكليه وتركتي أغلب أكلك اللي أنت كنت مستمتعة به ليه؟ هي تريد أن ترضي حبيبها مش غلط مش غلط أن الإنسان يرضي حبيبه طيب لو أنت جعلت كل حركة حياتك وتعبك وزهابك في أودية الحياة هو أن ترضي حبيبك اللي هو ربنا وهذا معناه أن تجعل الآخرة هي أكبر همك واحد بيدرس الطب وبيتعب طيب ليه بتعمل كده؟ علشان أعالج الناس طيب ليه تعالج الناس؟ عشان ربنا بيحب كده؟ برفع ليه؟ كده صح العمل من أجل الله في كل الأعمال اللي تقوم بيها أو إحنا بنقوم بيها أن نرضي الله علشان حبيبنا يرضى طيب لو جعلت أكبر همك أن ربنا يرضى عنك سأكون بكل شيء ولكن وراء هذا الشيء أن ربنا يرضى عني زوجي سأقدم له كل المساعدات عشان ربنا يرضى عني زوجتي سأقدم لها كل الخدمات علشان ربنا يرضى عني أنا سأبر بالوالدي عشان ربنا يرضى عني سأتعامل مع أصدقائي بكل لطفة علشان ربنا يحب هذا الأمر وأقوله للناس حسنة مش للمسلمين للناس أنا سأهتم بعملي علشان ربنا يحب الإتقان في العمل إذن كل حركاتي في الحياة أجعلها الهم من وراءها هو أرضي ربنا فلو كان همك الأهم والآخر هو أن ترضي ربنا لو عندك هم الفلوس ربنا سيكفيك هم الفلوس عندك هم صحتك ربنا سيكفيك هم صحتك أهم العلاقة مع الناس ربنا سبحانه وتعالى المخاوف بتاعتك كلها ستزول ليه؟ لأن جعلت ربنا هو مقصدك جعلت ربنا هدفك الأمر الآخر ليه لربنا؟ ليه مهتم إنك ترضي فلان؟ ليه مهتم إنك ترضي فلانة؟ ليه علشان أنت معتقد إن فلان بيضرك أو ينفعك؟ أو إن سعدتك بين يد فلان؟ الله يا حبيبتي هذا التفكير خطأ لما يكون عندك اعتقاد أو عندك اعتقاد إن المحرك في الكون كله الصح إن يكون اعتقادك إن المحرك في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى لن يكون هناك عندك خوف من أحد أو طمع عند أحد لما يكون طمعك عند ربك وخايف من ربنا وتحب ربنا لما تعتقد إن المحرك الحقيقي هو الله والبشر ليسوا إلا وسيلة وربنا فوقه فوق البشر وهو القاهر وفوق عباده عندها لن ينتابك خوف من شيء علشان تجعل الآخرة أكبر همك حاول دائما أن تفكر في الآخرة التفكير في الآخرة بمدارسة الآخرة بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وتتخيل تخيل إن أنت الآن في القبر تخيل إن أنت الآن خرجت من القبر وفي عراسات يوم القيامة أنت واقف في الحساب واقف بين أيدي الله تخيل كل هذه الأشياء لأن أنت اللي واقف مش حد غيرك تخيل ذاتك وتخيل إن أنت واقف بين الحسنات والسيئات تتمنى إيه؟ ساعتها تتمنى إنك ترجع الدنيا تاني وتكثر من الحسنات طيب منت في الدنيا؟ كفر الحسنات واجعل عملك خالص لوجه الله في كل أعمالك فلو جعلت همك الآخرة كفاك الله كل همومك ولو أنت جمعت الشتات كل همومك همك الأوحد هو ربنا سبحانه وتعالى سترى إن ربنا سبحانه وتعالى يكفيك كل ما أهمك من الأشياء اللي توحد همك يعني تجعل همك هو الآخرة وتقضي على كل همومك هم الرزق وهم الصحة لو تقضي على كل همومك بكسرة أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تهدي ثواب هذه الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنتظر أن يعطيك الله شيئا مقابل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعندما تهدي هذا الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يكافئك بأن يمحي كل هموم إذن اجعل همك هو الآخرة يكفيك الله كل هم دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة